بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ما يُنهى عن الحلق عند المصيبة حلق الشعر عند المصيبة هذا لا يجوز وقال الحكم بن موسى حدَّثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدَّثه قال حدَّثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى أي مرض أبو موسى رضي الله عنه وجعًا فغُشِي عليه أي أغمي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يردَّ عليها شيئًا فلما أفاقَ قال أنا بريءٌ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئة من الصالقة أي التي ترفع صوتها بالبكاء والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالبكاء عند الموت وكذلك يحلق شعرها عند المصيبة أو يشق جيبة كل هذا حرام بل الواجب على المسلم أن يصبر وأن يقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أي نحن ملك لله وإليه نرجع فلا يسعنا إلا الصبر بابٌ ليس منا من ضرب الخدود الذي يضرب خده عند المصيبة هذا آثم فلا يجوز ضرب الخد أو أي مكان من البدن عند المصيبة بل يجب الصبر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية الذي يضرب خده عند المصيبة ليس منا فإنه عاصي وشق الجيوب الذي يشق جيبه وهو مدخل الرأس ليس منا والذي يدعو بدعوة الجاهلية يا وإله يا ثبوراه ليس منا فلا يجوز هذا عند المصيبة بل الواجب هو الصبر وقول إنا لله وإنا إليه راجعون باب ما ينهى من الويل ودعوة الجاهلية عند المصيبة حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل قتلوا ابن حارثة أي زيد ابن حارثة وجعفر وابن رواحة قتلوا في سبيل الله لما جاءه الخبر جلس صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن حدثنا على ذلك قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر رضي الله عنه وذكر بكاءه فأمره أن ينهاهن عن البكاء فذهب ذلك الرجل ثم أتاه الثانية مرة الثانية لم يطعنه قال أن النساء لم يطعنه فقال إنههن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال بحث في أفواههن التراب أي إرم التراب في أفواههن فقلت قالت عائشة أم الممينين رضي الله عنها فقلت أي لذلك الرجل أرغب الله أنفك أي ألصق الله أنفك بالتراب لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء أي من المشق فالبكاء برفع الصوت ممنوع أما بحذن بدمع العين وحذن القلب هذا يعفى عنه فالبسلم يصبر على قدر الله حدثنا عمر بن علي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم من الأحول عن أنس رضي الله عنه قنة في دعاء القنوت قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء جاء قوم وقالوا ابعث معنا من يعلمنا القرآن فلما ذهبوا قتلوه قتلوهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حذن حزنا قد أشد منه قراء القرآن قتلوا ظلما فحذن النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يظهر حزنه عند المصيب فقال محمد بن كعب القراضي رحمه الله الجزع القول السيء والظن السيء الجزع أن تقول سوءا أو تظن سوءا فلا تجزع بل اصبر واحتسب فقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيين أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع آنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى أي مرض ابن لأبي طلحة رضي الله عنه قال فمات فمات ذلك الولد وأبو طلحة خارج أي لم يكن في البيت فلما رأت امرأته أنه قد مات أي الولد هيأت شيئا ونحته أي أبعدته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة رضي الله عنه قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه يعني مات استراحت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة يعني أنه تعب عوفي قال فبات فلما أصبح اغتسل قضى حاجته من أهله اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات أن الولد قد مات فصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما عن الجماع هذا لعل الله يبارك لكم قال سفيال فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قراء القرآن صبرت واحتسبت فبارك الله لها ورزقها الأولاد الصالحين ففيه أن الصبر أثره عجيب الله يثيب عليه وفيه قال الله الحافظ البث شدة الحزن إنما أشكو بثي وحزني البث شدة الحزن فالحزن في القلب معفو عنه ولكن لا يرفع صوته بالبكاء فليصبر ويحتسب باب الصبر عند الصدمة الأولى كان عند مواجهة المصيب الصبر الذي يؤجر عليه المسلم عندما تواجهه المصيب لا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعو الجاهلية بل يصبر ويحتسب اتقاء وجه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة نعم العدلان ونعم العلاوة العدلان والحملان الذين يوضعان على ظهر البعين من الجانب هذا ومن الجانب هذا والعلاوة هو ما يوضع بعد ذلك على البعين ثم بيَّن معنى ذلك قوله تعالى وبشِّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهكذا ينبغي للمسلم أن يصبر ويحتسب وقوله وَاسْتَعِينُوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ على المسلم أن يصبر وإذا أصابته مصيب يُصلي ويتوب إلى الله ولا يجزع ولا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعو الجاهلية فليصبر ويتضرع إلى الله جل جلاله حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعب عن ثابت قال سميت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى أي الصبر الذي يؤجر عليه عندما تواجهه المصيبات لا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يدعو بدعو الجاهلية ولكن يصبر امتغاء وجه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب يعني ويعفو الله عز وجل فالبكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه ولكن رفع الصوت بالبكاء وضرب الخد وشق الجيب ودعو الجاهلية هذا حرام لأنه يشعر بعدم الرضاء ويشعر بعدم القدر عدم الصبر على القدر فالواجب على المؤمن أن يصبر على قدر الله تبارك وتعالى حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا يحي بن حسان حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيل وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام يعني زوج المرضعة التي أرضعت إبراهيم عليه السلام ضئرا أي زوج المرضعة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم عليه السلام يجود بنفسه يعني في حالة النزاع فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان أي تدمعان فالبكاء بدمع العين معفوغ عنه لكن رفع الصوت بالبكاء هذا هو المحرم فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله أي تبكي فقال ابن عوف إنها رحمة البكاء بدمع العين رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا فإن بفراقك يا إبراهيم لما حزونون فالحزن والبكاء بدمعين معفوغ عنه ولكن رفع الصوت بالبكاء وضرب الخد وشق الجيب ودعو الجاهلية هذا محرم قال رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر القين الحداد زوج المرضعة كان حدادا رضي الله عنه باب البكاء عند المريض حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمر عن سعيد بن الحارث الأنصار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباد أي مرضى رضي الله عنه اشتكى أي مرضى سعد بن عباد رضي الله عنه شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فعيادة المريض من حق المسلم على أخيه مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله أي عنده أهله الذين يخدمونه فقال قد قضى أي مأتوا في قالوا لا يا رسول الله وبكى النبي صلى الله عليه وسلم البكاء بدمع العين رحمة رحمة ولما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكو فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم فالبكاء بدمع العين وحزن القلب معفوغ عنه ولكن رفع الصوت بالبكاء ونذب الميت والنياحة هذا هو المحرم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني إذا كان لم يعلمهم أن رفع الصوت بالبكاء ممنوع وبكوا عليه فيعذب يعني وهو قد بلغهم ونصحهم ولا إثم عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصى أي على من يبكي ورفع الصوت بالبكاء ويرفع صوته بالبكاء ويرمي بالحجارة ويحثي التراب ويحثي بالتراب يعني الذين يرفعون أصواتهم بالبكاء تأديبا لهم باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة قتلوا في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب وأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءه وأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى وقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطينه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى وقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحث في أفاهين التراب أي إلقي التراب في أفاهين زجرا فقلت قالت عائشة أم الممينين رضي الله عنها فقلت أي لذلك الرجل أرغم الله أنفك أي ألصق الله أنفك في التراب فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء أي من التعب فالحزن ودمع العين معفو عنه وأما رفع الصوت بالبكاء والنياح هذا هو المحرم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة عندما بايعناه على الإسلام أخذ علينا أن لا ننوح أخذ عليهن أن لا ينح لا يرفعنا صوتهن بالبكاء عند موت الميت فما وفت منا امرأة غير خمس غير خمس نسو أم السليم وأم العلاء وابنة أبي سبر امرأة معاد وامرأتين أو ابنة أبي سبر وامرأة معاد وامرأة أخرى هؤلاء وفين بالبيعة ولم ينحن وأما الكثير قد وقع منهن النياحة ورفعوا الصوت بالبكاء وندو الميت ممنوع أما دمع العين وحزن القلب معفوغ باب القيام للجنازة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرني عامر بن ربيعة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميد حتى تخلفكم يعني تذهب عنكم أو توضع على الأرض فإذا رأينا الجنازة نقوم يعني تذكرا للموت وورد أنه بعد ذلك ترك القيام باب متى يقعد إذا قام للجنازة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلف أو توضع من قبل أن تخلف ها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا بن أبي ذيب عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام حدثنا مسلم يعني بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع باب باب من قام لجنازة يهودي يعني ليس القيام لليهودي إنما القيام اتعاض بالموت حدثنا معاذ بن فضال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن المقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا يعني اتعاضا بالموت وأما الكافر لا ينفع شيء إنما هذا اتعاض بالموت وتذكر للموت اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان هذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمر بن مر قال سمينة عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان السهل ابن حنيف وقيس ابن سعد قائدين بالقادسية اسم مكان فمروا عليها فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة أي من أهل الكتاب الذين دفعوا الجزيرة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا يعني الموت إبرة وعظة فما قمنا اليهودي إنما اتعاظا للموت وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمر عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكرياء عن الشعب عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس رضي الله عنهما يقومان للجنازة باب باب حمل الرجال الجنازة دون النساء الرجال يحملون الجنازة أما النساء لا يتبعن الجنازة ولا يحملن الجنازة حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أناقهم فذل على أن الذي يحمل الجنازة الرجال فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صيق اللهم حسن خواتمنا على الإيمان يا رب العالمين باب السرعة بالجنازة يعني سرعة متوسطة ليس سرعة عالية وقال أنس رضي الله عن أنتم مشيعون أي تتبعون الجنازة وامشي بين يديها بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا منها إذا تبعت الجنازة كن قريبا منها إما أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قريبا منها حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابك باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني إن كان صالحا يقول قدموني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعيد اللهم حسن خواتمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام عن الصفوف على صلاة الجنازة حدثنا مسدد عن أبي عوان عن قتاد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي النجاشي أصحم ولكل حبشة الذي أسلم وساعد المسلمين لما مات صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب صلى على النجاش رضي الله عنه وكنت في الصف الثاني أو الثالث وفيه الصفوف في صلاة الجنازة باب الصفوف على الجنازة حدثنا مسدد حدثنا يزيد ابن الزريع حدثنا معمر عن الزهر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي يعني أخبرهم بموته نعى أي أخبر بموته رضي الله عنه ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا صلاة الجنازة حدثنا مسلم حدثنا شعب حدثنا الشيبان عن الشعب قال أخبرني من شهد النبي أي من حضر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا قلت يا أبا عمر من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنه ما كان إذا فاته الصلاة على المجد يصلي على القبر فصلاة الجنازة على القبر جائزة فأما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا تحل في القبر ولا تحل في المقبرة إنما صلاة الجنازة يستقبل القبلة ويكبر أربعا يصلي صلاة الجنازة حدثنا إبراهي بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أعطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش يعني النجاشي رضي الله عنه فهلما فصلوا عليه قال فصففنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن الصفوف قال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه كنت في الصف الثاني فصلاة الجنازة دعاء وطلب المغفرة من الله للمييد باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجناز حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا وقال متى دفن متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني أي أخبرتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقذك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلَّى عليه كان ابن عباس غلام فصفَّى معهم باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاش سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي إلا طاهرا يعني طهارة لأنها صلى ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها عند طلوع الشمس لا يصلى وعند الغروب لا يصلى ويرفع ويرفع يديه يعني فيه تكبيرات الجنازة وقال الحسن رحمه الله أذركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم يعني المؤمنون وإذا أحدث يوم الأيد أو عند الجنازة يطرب الماء ولا يتيمم ما زال الماء موجود لا يجوز التيمم التيمم عند فقد الماء وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا من أربع تكبيرات وقال أنس رضي الله عن تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوه وإمام المنافق لا تصح الصلاة عليه والمشرك والكافر فدثنا سليمان ابن حرب فدثنا شعب عن الشيبان عن الشعب قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبل منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمر من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنه ما قال الحافظ رحمه الله قوله ويرفع يديه وصله البخاري رحمه الله في كتاب رفع اليدين البخاري له رسالة في رفع اليدين والأدب المفرد في كتاب الأدب المهرد من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه كان يرفع يديه في كل تكبير على الجناز وقد وقد رويا مرفوعا أخرجه الطبران في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف قال المعلق وأخرجه الدار القطني رحمه الله في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر قضي الله عنه ما مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شب والأظهر عدم الالتفاة إلى هذه علا لأن عمر المذكور ثقة ويقبل رفعه لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مطبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنادة باب فضل اتباع الجنائز وقال وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيرات فالقيرات كجبال يحد ثواب عظيم في صلاة الجنازة ومن تبعها له قيرات آخر حتى تدفل لأنه يتعظ بالموت ويواسي إخوانه أهل الميت حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير ابن حازم قال سمية نافع يقول حدث ابن عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيرات والقيرات كجبال أحد أجر عظيم فقال أكثر أبو هريرة رضي الله عنه وعلينا فصدقت يعني عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها أبا هريرة رضي الله عنه وقالت سمية الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله عنه لقد فرَّطنا أي ضيَّعنا في قراريطة كثيرة فرَّطت ضيَّعت من أمر الله يعني أنه كان لا يتبع الجنازة ثم لما سمع هذا الحديث قال ضيَّعنا قراريطة كثيرة وكانوا يحرِصون على فعل الخير باب من انتظر حتى تُدفن حدَّثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على ابن أبي ذيب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبُر عن أبيه أنه سأل أبا هريرا رضي الله عنه فقال سميت النبي صلى الله عليه وسلم حدَّثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدَّثني أبي حدَّثنا يونس قال ابن شهاب وحدَّثني عبد الرحمن العرج أن أبا هريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يُصلى فله قيراط ومن شهد حتى تُدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين أجر عظيم في صلاة على الجنازة واتبعه وتشيع الجنازة إلى القبر لأن في ذلك موعت اتعاض بالموت وما بعد الموت وفيه معاونة إخوانه المسلمين ومواساتهم باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم حدَّثنا يحيي بن أبي بكير حدَّثنا زائدة حدَّثنا أبو إسحاق الشيبان عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه وما قال أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفَّنا خلفه ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم باب الصلاة باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد بمصلى العيد أو في المسجد حدَّثنا يحيي بن أبي بكير حدَّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن بن المسيّب وأبي سلم أنهما حدَّثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعالنا أي أخبرنا بالموت رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي رضي الله عنه صاحب الحبشة أصحمه يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم لأنه أسلم وساعد المهاجرين رضي الله عنه وعن ابن شهاب قال حدَّثني سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صفَّ بهم بالمسلَّة أي مُسلَّة العيد فكبَّر عليه أربع حدَّثنا إبراهي بن بنذر حدَّثنا أبو ضمرة حدَّثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرُجِما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد أقام عليهما حكم الله الثيِّب الذي قد تزوَّج ثم زنَى سواء كان رجل وامرأة وثبت ذلك يرجم بالخجارة إلى الموضع باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور يعني يُكره كراهة تحريم لا يجوز بناء المسجد على القبر ولا يجوز الدفن في القبر ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة الخيمة على قبره سنَى ثم رُفِعت فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُول أَلَى هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَأَجَابَهُ الْآخَرَ مَنْ يَيْسُوا بَلْ يَيْسُوا فَانْقَلَبُوا نصب الخيمة على القبر هذا ليس بشيء عدَّثَنا عُبيدُ الله ابن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزَّان عن عُرْوَة عن عائشة أم المُّمِنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه قال في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد قالت أم المُّمِنين ولولا ذلك لأبرزوا قبره لأبرزوا قبره أي لولا هذا لدفن في البقيع غير أني أخشى أن يُتخذ مسجد فبناء المسجد على القبر والبناء على القبر كل هذا مُحرَّم لأنه سبب لعبادة القبور فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليًا رضي الله عنه قال لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورةً إلا طمستها ولا يجوز الدفن في المسجد ولا تصحُّ الصلاة عند القبر طاب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها حدَّثنا مسدَّد حدَّثنا يزيد بن ذريع حدَّثنا حسين حدَّثنا عبد الله بن بريدة عن سمُرى رضي الله عنه قال صليتُ وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها يعني عندما صلى قام عند وسطها صلاة الجنازة بابٌ أين يقوم من المرأة والرجل يعني عند الصلاة على الجنازة حدَّثنا عمران بن ميسر حدَّثنا عبد الوارث حدَّثنا حسين عن ابن بريدة حدَّثنا سمُرى ابن الجندب رضي الله عنه قال صليتُ وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها قال الحافظ فأشار وراء البخاري رحمه الله إلى تضعيف ما رواه أبو داود والتلمذي رحمهم الله من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم قال المؤلق وأخرجه أحمد وابن ماجة رحمهم الله ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة وإسناده جيد وهو حجةٌ قائمة على التفرق بين الرجل المرأة في الموقف ودليلٌ على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة والله أعلم باب التكبير على الجنازة أربعا وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلة وصفى بهم وصفى بهم وكبر عليه أربع تكبيرات حدثنا محمد بن السنان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي رضي الله عنه فكبر أربعا وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليمان أصحمه النجاشي اسمه أصحمه وتابعه عبد الصمد قال المعلق والصواب شائية السلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه إذا سقط الطفل بعدما بعدما سقط وكان ميت إذا سقط بعد نفخ الروح وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله عن المغيرة بن شعبا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وإسناده حسن الله أعلم إذا نفخ فيه الروح ومات وسقط يصلى عليه باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن رحمه الله يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجرى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبا عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة تكبيرة الأولى في صلاة الجنازة تقرأ فاتحة الكتاب قال الحافظ وروا الحاكم رحمه الله أيضا من طريق شرح بيل ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة بالأبواء بسم مكان فكبر ثم قرأ الفاتحة رافعا صوته ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان ذاكيا فذكه وإن كان مخطئا فاغفر له اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تذلنا بعده ثم كبر ثالث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها جهرا إلا لتعلموا إلا لتعلموا أنها سنة قال الحاكم رحمه الله شرح بيل لم يحتج به الشيخان وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة وشرح بيل مختلف في توذيقه واستدل التحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد على كل التكبير الأولى يقرأ الفاتحة تكبير الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير الثالث دعاء للدعاء للميج باب الصلاة على القبر بعدما يدفن حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعب قال حدثني سليمان الشيباني قال سميت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدث كهذا يا أبا عمر قال ابن عباس رضي الله عنه دفن ولم ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم صلى صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرا رضي الله عن أن أسود أي رجل أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد أي ينظف المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالموت وذكره ذات يوم وقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني وقالوا إنه كان كذا وكذا أي بالليل فقصته قال فحق روشانا قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم باب الميت يسمع خفق النعال إذا دفن الميت وانصرف أهله يرد إليه روحه يسمع قرع نعالهم وهم ذاهبون اللهم حسن خواتيما على الإيمان يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا بن زريع حدثنا سعيد عن قتاد عن أنس رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرعن عالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة اللهم جعلنا منهم يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراه فيراهما جميعا أن يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة الذي أبدله الله به بإيمانه وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقو فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أي إلا الإنس والجنة نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر فعلينا أن نتمسك بتوحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام ولما جاءه صكه لطمه فرجع إلى ربه رجع ملك الموت عليه السلام إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عين الملك وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور يضع يده على ظهر ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال قال فالآن فسأل الله أن يدنيه أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر هذا محل الشاهد أنه ينبغي أن يحب الإنسان أن يدفن فيه الأرض المقدسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريل عن الشيبان عن الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه باب بناء المسجد على القبر أي لا يجوز حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما اشتك النبي صلى الله عليه وسلم أي لما مرض ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة رضي أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أمي المؤمنين أتتا أرض حبشة عن الهجرة الأولى فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ولا يجوز الدفن في المسجد ولا يجوز البناء على المسجد اشتركوا في القناة